السلام عليكم مشاهدي قناة منارة الصحة للبلح فوائد عديدة لمختلف أجزاء الجسم ويعود ذلك لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة وسنقدم لكم في هذا الفيديو من قناة منارة الصحة فوائد البلح العلاجية تابعوا معنا لكن قبل أن نبدأ ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد أولاً فوائد البلح في تعزيز وطقية صحات العظم يلعب البلح دوراً هاماً في الوقاية منها شاشة العظم وترققها لأنه يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم وهو المعدن الأهم للعظم ونموها ثانياً فوائد البلح في تعزيز صحات الجهاز الغضمي البلح غني بالأليف الغذائية وبعض المعدن كالبوتسيوم لذلك فهو مهم جداً في تعزيز صحات الجهاز الغضمي ووقايته من اضطرابات الهضم والإمساك وتسهيل عمل الأمعاء وتوازن سوائل الجسم ثالثاً فوائد البلح في الوقاية من الأنميا يعتبر البلح مصدراً لا بأس به للحديد والذي يعتبر مهماً جداً لعمل الهوموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم والوقاية من فقر الدم أي الأنميا والأهم من ذلك أن البلح أيضاً مصدر غني جداً لحمض الفوليك وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو هام في عملية نسخ خلايا الدم الحمراء وإنتاج الحمض النووي رابعاً فوائد البلح في تعزيز صحة القلب يعد البلح مصدراً غنياً بالبوتسيوم وهو المعدن المهم لعمل عضرة القلب والذي أثبتت الأبحاث دوره الكبير في الوقاية من الجلطات وأمراض القلب والشرين والبوتسيوم يساعد أيضاً على زيادة تنظيم ضغط الدم وضبطه والمحافظة على توازن السوائل في الجسم وبهذا يكون له دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعيات الدموية وبالإضافة لاحتوائه على البوتسيوم يحتوي البلح على الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم من أمراض القلب خامساً يعتبر مصدراً غنياً للأملاح المعدنية الهامة لصحة أعضاء الجسم كالزينك والبوتسيوم والسوديوم والحديد والمنجنيز سادساً يعرج حالة الاكتئاب والقلق والتوتر لاحتوائها على مركب التيرامين الذي يرفع هرمون الأدرينالين في الجسم فيشعر الفرد بالراحة والسعادة سابعاً يعتبر من المنشطات الجنسية الطبيعية التي تفيد كلا الجنسين لمحتواه العالي من الأملاح المعدنية والفيتامينات ثامناً ينشط إفرازات الغدة الضرقية مما يؤدي للحصول على السكينة والهدوء النفسي وفي الختم ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع منصات التواصل الاجتماعي فمعلومة واحدة قد تنقذ إنسانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته